في جنوب افريقيا في شابين مصريين حقيقة تم اختطفهم و تم طلب فدية شيء محزن جدا شبابنا و ليه مش عارف احنا مكتوبة لنا كده يعني اختطفش شبابنا في ليبيا اختطف شبابنا مش عارف في الصومال في اليمن مش عارف كل يوم اختطف شباب مجلون اختطفونا طالبين مصرياني بجنوب افريقيا و طلبونا فدية مؤمن هيسة موفدي سعيد اتنين من الطلاب المصريين واضح ان هما كانوا جنوب افريقيا معرفش بيدرسوا ولا بيدرسوا فتم يعني تم خطفهم و تم المطالبة بفدية تسعة ملايين انا مش عارف تسعة ملايين جنيه لا بقولك راند ما عارفش راند ده اه ده الراند المحلية بتاعت جنوب افريقيا اه اه هاداك راح تجنوب افريقيا فخير؟ لا والله بس ليه اصدقاء كثر من هناك من جنوب افريقيا يعرفوا خرجوا الشباب دول؟ والله يعني العلمك انا يعني والله نفسي حدثت ان انا كلمهم ان هما دول لانه الشباب دول لا احنا في لحظة مهمة جدا و احتاجين كل الناس تكلم اصدقاء في جنوب افريقيا لانه باختزار الحكومة و ممثلت الحكومة قالت للناس احنا مقدن ناجر ان احنا ندعي لهم في هذه المرحلة فاحنا هندعي للشابين المختطفين مؤمن هيسم كامل والشاب التاني و في الحقيقة في نفس الوقت نحاول احنا كل واحد مننا ادي هو الوزيرة نبيلة مكرم بتقولك رسالتي الى عائلة الطالب احنا و احنا و احنا و احنا و احنا و في الاخر خالص مطلوب الدعاء مطلوب الدعاء طيب يا جماعة احنا طبعا هندعي في كل الاشياء و في كل الحاجات لكن اعتقد انه ممكن يبقى المؤارضة المصرية عندها بعض من التدخل التواصل الاعلامين المصريين الناس اللي عندها علاقات و صداقات مع شخصيات مهمة في جنوب افريقيا ممكن جدا والله انا يعني دينا برضو صحاب في جنوب افريقيا فعلا لا بس الافكرة احمد يعني انا عمري مثلا ما سمعت ايه اختطاف مواطن امريكي في السومال اختطاف مواطن امريكي في ليبيا اختطاف مواطن انجليزي اختطاف مواطن فرنسي انا فيش الكلام ده طب شمان اختطاف مواطن مصري عشان في دول وراهم. هل قاسب جدا مش عايز اقول دول اخرى عربية. في دول وراهم. مش مانه دايما اختطاف. في دول وراهم. مصريين. في دول وراهم. احنا اللات مش فاضين. احنا سيدة المزيرة طالعة. تمثل النظام. احنا بنحبس. تقولك الدعاء. نطلب الدعاء. احنا بنحبس يحيح حسين عبدالهدي. ده احنا مش فاضين. احنا حبسنا ماصر لاستاذ.